حرب مفتوحة تمتد أثارها لتصل قاعات مجلس حقوق الإنسان في جينيف جدل واسع حول تمديد فترة فريق الخبراء القليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قرروا التمديد التقت فيه المصالح وافترق الخصوم فقد بدى الانقسام على مستوى القرار الأوروبي الذي ظهر واضحا في أروقة المجلس بين مؤيد ومعارض لتحديد الثقة وتمديد عمل فريق الخبراء غير أن ما بدى غير مألوف في نظر الكثير هو الموقف الرسمي للحكومة الشرعية المتمثل في رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها فقد اعتبرت الخارجية أن التمديد لفريق الخبراء سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة متهمة تقريره السابق أنه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة فيما يرى آخرون أن الموقف الحكومي بمثابة انتصار للسعودية والإمارات بل وقفزا على حقوق الضحايا باعتبار أنه كان على الموقف الرسمي النظر إلى كل القرارات الأممية والدولية وما ينبثق عنها من زاوية الحق الإنساني اليمني إنصاف الضحايا عبر الآليات الدولية والوطنية تساؤلات كثيرة حول استماتة الشرعية في الدفاع عن الانتهاكات ومرتكبيها على حساب الضحايا رغم التماينات التي أحاطت الملف اليمني وتحديدا من الأطراف المتهمة بالانتهاكات إلا أن الهدف كما يرى الكثير أن وجود السعودية بملفها المثقل بالانتهاكات والخصومات السياسية كان له آثاره السلبية على الملف الحقوقي اليمني بل والقضية اليمنية برمتها مجلس حقوق الإنسان صوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن سنة كاملة وتوسيع تحقيقاتهم حول الانتهاكات تقرير الفريق الذي صدر قبل نحو شهرين كان أشار الارتكاب التحالف انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد حقوق الإنسان في اليمن إجمع دولي حول أهمية وقف الانتهاكات وقبل ذلك رصدها جاء ترجمته بقرار مجلس حقوق الإنسان بتسمية فريق الخبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن ودعم اللجنة الوطنية تغيب القضية اليمنية إذن ومعها تغيب جرائم ميليشيا الحوثي وجدوى الدفاع عن حقوق الضحايا من قبل الشرعية ومؤسساتها أمام استمرار عملها في الدفاع عن التحالف بحسب ما يراه مراقبون